اشتركوا في القناة الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي استعرض جلالة العاهل المفدة مجملة تطورات في الشأن الوطني والمستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية وضمن هذا السياق فقد أشهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة بالروح الوطنية الصادقة التي أظهرها المواطنون ومختلف مؤسسات المجتمع العامة والخاصة احتفاء بالذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني مؤكدا جلالته أننا أسسنا بمثاق العمل الوطني الذي قام عليه مشروعنا الإصلاحي والديمقراطي مزيدا من النجاح في العمل الوطني فأحدثنا به تطويرا شاملا في نهج العمل والآداء وفي تحديث سلطات الدولة المختلفة ومؤسساتها ومضينا به قدما وبثبات في مواجهة كل التحديات وانطلقت من روح هذا الميثاق ملحمة تلاحم شعب مع قيادته من أجل مواصلة بناء دولة المؤسسات والقانون والحريات والحقوق المصانى ومشيدا جلالته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز التنمية ودعم الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني ودعا جلالته الجميع إلى استحضار روح الوحدة التي عكسها ميثاق العمل الوطني وكيف أنها قادت إلى تحقيق تطلعات الشعب نحو التطوير والتحديث والحرية والديمقراطية والتنمية وأن تكون هذه الروح حاضرة اليوم لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات طالت مختلف المجالات والأصعدة بعدها نوها جلالة العهل المفدى بحرص مملكة البحرين على تفعيل وتطوير علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وتنمية أوجه التعاون معها وضمن هذا السياق فقد أحاط حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مجلس الوزراء بنتائج زيارته الموفقة إلى جمهورية روسيا الاتحادية مؤخرا ومباحثاته مع فخامة رئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تم خلالها بحث المستجدات السياسية على الساحتين الأقليمية والدولية ومن أهمها استقرار الشرق الأوسط ونوها جلالة العهل المفدى بما لمسه جلالته من تقدير كبير لسياسة مملكة البحرين من القيادة الروسية ومن رغبة أكيدة لتطوير العلاقات الثنائية والدفع بمجالات التعاون البحريني الروسي نحو آفاق أوسع تلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى ذلك فقد وجه صاحب الجلالة العهل المفدى الحكومة بأعداد الدراسات التي تكفل إطلاق مشاريع خليجية تنموية مشتركة تعزز التعاون الخليجي وتدعم تكامله ومسيرته وتعظم مكتسبات المواطن الخليجي وتلبي احتياجات التنمية الخليجية من الطاقة والمياه والبنية التحتية كما وجه جلالة العهل المفدى الحكومة إلى أقامة المزيد من المشاريع الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص التي تدعم الصناعة وتقدم في ذات الوقت قطاع السياحة والتجارة بعد ذلك استعرض جلالة العهل المفدى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة حيث أكد جلالته الحرص على النأي بالبحرين من المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة والعالم وذلك من خلال الالتزام بروح العمل الجماعي مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التهديدات الأمنية من خلال منظومة مجلس التعاون ومشاركتها في قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية في اليمن وأخيرا وليس بآخر مشاركة مملكة البحرين مع دول الشقيقة والصديقة في المناورات العسكرية السعودية الأكبر في تاريخ المنطقة رعد الشمال بمشاركة عشين دولة عربية وإسلامية وصديقة لحماية الشعب الخالجي والعربي والإسلامي من أخطار الإرهاب والاستعداد لمواجهة التحديات من التنظيمات الإرهابية وفيما أشاد صاحب الجلالة الملك المفد بأداء الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبدورها في تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني فقد وجه جلالته بضرورة أن لا تكون التحديات خاصة الاقتصادية عائقا أمام مسيرة التنمية ويجب تجاوزها لصالح المواطن ومشيدا جلالة العاهل المفد ضمن هذا السياق بتفهم المواطن البحريني ووعيه وإدراكه لمتطلبات المرحلة وما تفرضه من توجهات جديدة وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى جلالة العاهل المفد على ما تفضل به من رؤى تحدد ملامح توجهات المملكة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي في هذه المرحلة الدقيقة وفيما هنأ سموه جلالة العاهل المفد على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات منذ تدشين مثاق العمل الوطني الذي عكس الرؤية الموفقة والثاقبة لجلالة العاهل المفد فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مثاق العمل الوطني الذي توافقت فيه الرغبة الملكية مع الإرادة الشعبية ليطلق العنان أمام المشاركة السياسية والديمقراطية والحريات والتنمية قادر على إعطاء المزيد متما كانت القيم التي أسست لهذه الملحمة الوطنية حاضرة وشدد صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء المقر على أن التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة تتطلب مدى يد العون للجميع وتعزيز علاقات الصداقة المبنية على الاحترام المتبادل مؤكدا أن الحكومة تعمل ومن وحي التوجهات الملكية على تبني المبادرات التي تسهم في تخفيف وطأة التحديات الأمنية والاقتصادية على مملكة البحرين وشعبها وأن التوجهات الملكية ستكون مصدر إلهام للحكومة في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تنعكس إيجابيا على المواطنين ترجمة نانسي قنقر